ينضم إلينا من إسلام أباد إسماعيل مطر مراسل الغد إسماعيل يعني ما موقف الحكومة الأفغانية اليوم من هذا الهجوم وهل سيؤثر على مسار المفاوضات مع حركة طالبان المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية أعلن في تصريح له أنه لا توجد حتى الآن أي ضحايا لهذا الهجوم الذي استهدف ما يعرف بالمنطقة الخضراء في العاصمة كابل والذي يحوي القصر الرئاسي وعدد من السفرات الأجنبية الهجوم كان على سيارة قرب مقر القصر الرئاسي بحسب ما أوضحت الشرطة الأفغانية الشرطة الأفغانية طوقت المنطقة وأغلقت الشوارع المؤدية إلى المنطقة وحتى الآن لا توجد إصابات أو قتلة بحسب بيان الداخلية الأفغانية الحكومة الأفغانية وعلى لسان الرئيس الأفغاني أشرفغاني الذي ألقى خطابا بعد الانتهاء من صلاة الجمعة تحدث بأن طالبان لا تريدوا سلاما لأفغانستان بحسب ما قال في خطابه وهذا يشير إلى أن الحكومة الأفغانية تتهم الحركة بارتكاب هذا الهجوم على المنطقة الخضراء والقصر الرئاسي ولكن طالبان لم تتبنى هذا الهجوم بعد هل ذلك صحيح؟ نعم ولكن حركة طالبان حتى الآن لم تتبنى هذا الهجوم ما يثير الجدل حقيقة بحسب مراقبين لما هو معروف عن حركة طالبان بأنها عادة إما أن تخفف أو توقف بشكل نهائي هجماتها في المناسبات الدينية كما هو الحال الآن في عيد الأضحى المبارك ولكن أيضا المراقبين يرون بأن هناك احتمالية بأن حركة طالبان تكون وراء هذا الهجوم وأيضا احتمالية وجود عناصر أو جماعات أخرى تريد إثارة الفتن وإثارة المعارك بين الفرقاء الأفغان في هذه الآونة التي تسيطر فيها حركة طالبان على مناطق في أفغانستان وتقوم الحكومة بأيضا مناوشات عسكرية لاسترجاع بعض المناطق وأيضا في الوقت الذي تعمل جميع الأطراف والكثير من الدول الجوار على إجلاس الفرقاء الأفغان وبشكل أخص حركة طالبان والحكومة الأفغانية على طاولة مفاوضات لاستتباب الأمن في أفغانستان وتخفيف حدة المناوشات والمعارك العسكرية والحد من مد سيطرة حركة طالبان في أفغانستان إذن هناك بحسب مراقبين الكثير من الجهات التي قد تنتفع بهذا الهجوم غير حركة طالبان ولكن عادة تتم التهدئة في فترة العيد ما الذي اختلف هذا العام؟ نعم هذا ما كنت أشير إليه بأن المراقبين يرون بأنه إما أن حركة طالبان هي التي قامت بهذا الاستهداف استكمالا لمسيرتها في السيطرة على مناطق مختلفة من أفغانستان وإما أن تكون هناك جماعات أخرى تريد إثارة الفتن وإثارة المعارك مرة أخرى في أفغانستان هناك اتهمات بأن داعش قد يكون وراء هذا الهجوم وهناك ادعاة بأن أحزاب أخرى تريد كما ذكرنا إثارة المشاكل بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان الذان من المتوقع أن يجلسا على طاولة الحوار للتفاوض لبحث المسألة والوضع الأمني في أفغانستان بصفة عامة من إسلام أباد كنت معنا مراسل الغدس معي المطر شكرا لك